وجدد الترحيل بحضراتكم مرة آآ تانية وجي معدنا مع نقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوى واستاذ حسن مساء الفل. مساء النور يا ابراهيم زي. اخبار حضرتك ايه? الحمد لله. كله تمام? يا اخي الناس بتحبك اهو يا اخي. ده بس عشان. يا اخي الناس بتحبك اهو يا اخي. ماقول بقى كل واحد يشوفني في الشارع يقول لي ابراهيم فايل. اقول له يا عم انا حسن. يقول لي ابراهيم فايل. لا يا رايس بتقولش كده يا رايس ده. ايه ده بس ده. ايه ده بس ده. ده الناس بتشوفنا عشان خطر حضرتك يا رايس. يا عم يا بس بس بطل بقى. رب. بتقولش شباب القلب والكلام اللي بيجيبش هو ارده. طب بدأ بركلينا في عمرك يا رايس. طبعا اه شرف ليا ان حضرتك بتكون موجود معنا. حبيبي يا ابراهيم. ومحبة الناس اه اكتر حاجة بتخليني اوطي اكتر يعني. تنحني للناس. تنحني للناس. وانا الفترة. الحب ده. وانا 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 الفترة اللي فاتت دي اه انا مدين لمصر كلها. طبعا. مدين لمصر كلها بمعنى كلمة مصر كلها. طبعا. مدين فرد فرد شخص شخص. ولو طول كنت الف على الناس اتبوص على رأسهم. دايما نستور طول عمري يقول كده. والله العزيز. انا اللي شفته ما شفتوش في حياتي. اللي شفته. طول عمري في مواقع كتيرة. بقولوا الجملة دي. لكل بيت وسلم عليه. ام. واقول له متشكل. ام. مش كفاية. صحيح. والله العزيم. صحيح. تقدير تقدير الناس وحبه ومحترم. حب الناس ده حاجة. الحمد لله فضله ونعمة. ياه. ببنى قدمها نعمة. ويا رب يا رب دايما يا رب يجعلنا عند حسنة ظن الناس بينا يا رب. طيب عندنا. خش في الموضوع. خش في الموضوع دي عندنا بقى ايه. ايه بقى. لا دي ايام حلوة. طبعا. الاهل يكسل على بالقندية. اه. ويكسل. واحد مزقطت برضو. السياتل وبعدين حتروح تلعب اه تلعب بريال مدريد. اه. ليفل بقى. ليفل. طبعا. استوى بقى مختلف من كرة القدر. خليني اسأل حضرتك انطباعك عن الحالة مش بتكلم بقى هنا فنان علاماتش من المطشط. الحالة اللي احنا عايشين دلوقت. لأ انا مبسوط. اه. حالة تانية. حالة مختلفة. لازم كلنا نعرف. عشان انا بقى يعني اصلها بطولة استعراضية. دي مش بطولة استعراضية. دي بطولة حلوة. كل فريق في الدنيا. هيلعب. المطشودي. خبرته بتزيد. صحيح. كل فريق في الدنيا. بيلعب في كاس العرب. خبرته بتزيد. صح. في بطولة افريقيا. خبرة لعبته بتزيد. في كاس العالم للاندية. خبرة لعبته بتزيد. مع اوكلند. الخبرة بتزيد. مع سياتل الخبرة بتزيد. مع ريال مدريد الخبرة بتزيد. كل دي خبرات كل دي فوايد للأهلي واللي لعبته من المؤكد يعني اه انا شفت جرايد قالت على الأهلي كتير كلام حلو. كل الحاجات دي يعني كلام جميل يعني بس الحقيقة انا مبسوط من الأداء. مبسوط من شكل أهلي مبسوط من زكاء مارسل كولر مبسوط جدا من طريقته في إقدارة المباريات المباراتين يعني مبسوط من التغيير اللي حصل للعيبة في النادي الأهلي. لعيبة مهمة جدا. قد ايه يعني مستواهم متقدم وعلي بقى أداء الفريق فيه شكل جماعي مميز جدا المسافات قريبة الهدف الثالث مثلا في ويوكلاند من عشرين تمريرة ده حاجة صحيحة حظيمة جدا يعني كل الحاجات دي لابعا مهمة جدا يعني انا بأعتقد ان المكاسب بتاعت الأهلي كبيرة كبيرة جدا يعني من الناحية الصحفية والصحفة هي من تروج بشكل أو بآخر للحالة من الناحية الصحفية الدعائية كيف ترى وجهة الأهلي مع ريال مدريد يعني هما الجلالات الأسبانية منهم ماركة قالت كلام حلوة وعلى الأهلي قالت ملك أفريقيا ملك أفريقيا يعني وقالت على بطولاته فلما جرنان شهير زي ده يقول على الأهلي ملك أفريقيا ده حاجة عظيمة جدا هيواجه ريال مدريد هيواجه ريال مدريد طبعا لا كل دي حاجات أصار مهمة قوي للحابة نادي الأهلي وبعدين لما فرأة تلعب 22 مباراة في كل البطولات وما تخسرش ولا مباراة بعدين تكسب 18 وتتعدل 4 وده يعني له قيمة يعني طيب عندي حاجة بقى عايز أخش في التفاصيل بقى دلوقتي أنت فريق مش معمول حسابك أنك هتبقى في كسل عالم للأندية لأن أنت مفستش أصلا بدور أبطال إفرقيا فتجيلك الفرصة أن أنت تبقى موجود في كسل عالم للأندية عادة يقولك إيه اللي بيجي سهل بيروح سهل عايز أسأل حضرتك إزاي الأهلي لما جات له الفرصة بالشكل ده وهو مش من المفترض أنه جاهز لها من النحية الزهنية إزاي قدر يستعدلها إزاي قدر يقول لا أنا مش ضهية جات كده سهلة فأنا هتعامل مع الموضوع أنه كده لا مسك في الموضوع قوي أخدوا الموضوع بجدية شديدة والغريب هو ليس غريبا على النادي الأهلي ولكنه الحالة نفسها أن الأهلي بيعد المطش الأول ويعد المطش الثاني هو موجود في سيمي فاينال هذه البطولة أمام ريال مدريد وهو لم يكن موجودا أصلا فيه هذه البطولة في الوقت ده اللي الأهلي بيقطع فيه المسافة بالسرعة دي في وقت من الأوقات جمهور النادي الأهلي كان زعلال لأنه عايز مهاجم عايز مهاجم إزاي يحصل أنه أنت عندك القدرة رغم أنه في نواقص تقطع المشوار ده وفي لفل مهم جدا وفي نفس الوقت الجماهير تبقى في ظهرك وتبقى معاك رغم أنه كان عندها في وقت من الأوقات حالة من الأهلي دعم الجمهور دعم في ظهر الفريق فكل الظروف وكل ظهر الفريق ملايين ده طبيعي أي جمهور في الدنيا في ظهر الفريق بتاعه يعني يعني ده 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 الحقيقة جمهور الأهلي تمان واضح أو ما وقفه مع الفرقة طول عمره يعني على مدى تاريخه على فترة مش حاجة جديدة يعني الجمهور دايما مع الفرقة بس ما هقول جمهور أيه اللي بيعمل الشعبية دي بطولات كتير بطولات 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 وبعدين مواقف على مدى التاريخ الناس بقى بتقولك بقى يا عم هتوقع تكلمنا بقى على الأهلي ونادي الوطنية والكلام ده لا ده تاريخ وده متوسق في محاضر مجلس دارة النادي الأهلي في مواقف كتيرة جدا يعني مش ححكيها عمور الأهلي دايما عايز المستقبل دايما عايز بطولات وعايز كرة حلوة وعايز أداء كويس وأعتقد أنه مبسوط وأعتقد أنه مبسوط من ماتش أوكلاند جدا رغم أنه أوكلاند مستوى أهلي من الأهلي فرقة ما بتلعبش كرة زي زي الفرقة اللي جاي زي ريال مديد طبعا زي سياتل سياتل أحسن من أوكلاند فريق الفريق واضح تعب الأهلي جدا في الشوط الأول قوي قوي وبدنيا قوي وصحيح بقاله من شهر أكتوبر ملعبش ولا مباراة وربما ده اللي خلى طاقته تقلص في الشوط لنأول 45 دقيقة مويته نفسه نار نار يعني بلعبه وضغطه والأهلي مش قادر يطلع بالكورة كل ده كان صعب جدا في الشوط الثاني طبعا الأهلي من أول دقيقة قبل التغييرات كان بيهاجم قعد 18 دقيقة بيهاجم وعمل التغييرات في دقيقة 63 كعادته وكان لها تأثير طبعا طيب الجزء الثاني إزاي القلي قدر يستعد لكاس العالم للأندية ورح بالشكل ده لا استعد يعني كمؤسسيا استعد إزاي بالإدارة إزاي كل واحد في النادي الأهلي في المنظومة بيعمل شغله حتى إعلاميا بيعمل شغله إحصائيا بيعمل شغله دكتور إهاب علي المشرف ودي حاجة عجبتني جدا أبو عبلا لا مش الجهاز الطبي دكتور إهاب علي المستشار التغذية بتاعة الأهلي أن الأهلي يروح يلعب في كاس العالم للأندية ومعه يعني حاجة كده زي رشدتة أو يأكل إيه اللعبة تأكل إيه وما تكلش إيه في البرد والضغط المباريات وده علم مهم جدا كل العالم بيتتبعوا يعني فالحاجات تشوف دي جزئية الواحد بتعجبه الحاجات دي لأن إحنا أنا مشتاء ليها تبقى في الكرة بتاعتنا تفاصيل كل فريق التفاصيل دي يعني فطبعا لا بعدين استعد بقى فنيا من خلال المتشار صعبة فيها ضغوط زي مطش الأهلي بالزيمالك مثلا مطش صعب صحيح كسبه قبل ما يروح كاس العالم للأندية فطبعا ده برضو معنوات اللعيبة كانت عالية بص المطش ريال مدريد ازاي إنه الأهلي لازم يلعب ويستمتع ويعمل جيم للتاريخ بص له ازاي نعم بص بقى يعني أنا معرفش يعني هحكي لك قصة ممكن سريعة جدا أرجوك أبويا أستاذ نجيب المستكاوي سنة 62 أنا كنت عندي عيل صغير يعني كنت باره الأهرام يعني فقبل المطش الأهلي وبنفيكة بطل أوروبا في السنة دي كتب في تقديم المباراة بيقول لعادل هيكل حارس مرمى الأهلي في الوقت ده يعادل بيهزر معاه يعني ابقى خد العداد معاك كان فيه زمان عندنا وإحنا أطفال عداد كده اللي هو بالخرص ده ألوانه بتاعته عشان يعد الجوان يعني مجرد مدعبة يعني لعب الأهلي المطش كسر ريال مدريد كسر ريال مدريد إن شاء الله كسر بنفيكة وكسب تلاتة اتنين طلعت مظاهرة على الأهرام ضد المستكاوي عشان قال لعادل هيكل طبعا درجات بقى اللي فرقت الأهلي عادل هيكل لو أولا ما واخد عشرة من عشرة يعني الناس من الزمان وهي عندها الحتة دي يعني بقول لك عادل هيكل واخد عشرة من عشرة لا أصد الناس من زمان عندها اللي هي الردة الفعلي بس ايه بقى يعني يعني اتنين وستين كانت مظاهرة انا تخيل دلوقتي في مظاهرة تانية على تويتر على مش عارف ايه على فيسبوك جهازة تبقى زفة دي مظاهرات بشكل تاني يعني دي مظاهرات حديثة ايه فآ يعني وهتفه ضده طبعا كتب ايه بعد هتفتكر يا طبعا حاجة اعجاب طلع بالأهل السماء يعني كيسم بطل أوروبا يعني ان شاء الله اه والله إه برافو يعني ده بايومي يعني برافو يا بايومي والله أنا أنا مش مصد ان كنت عندك ده لا ده بايومي شاطر وايه لقيته فين ده ده مطل الاهلو بين فيك عادل هيكل طبعا طبعا دي كرة مختلفة ومستوى مختلف بس عايزين جيل الاهلي كان فيه اعتقد كان دكتور طه اسمعيل صحيح اه طبعا جيل اه جيل عظيم يعني بس انا عايز اقول يعني يعني اه بص للمباراة اه بالزمن بتاعها والله والله يا يا جماعة الجمهور زمان شيك شيكة ايوة طبعا ده اللقطة بتجي عالجمهور تحس ان يعني اه ها اللي بيبدا اللي بيبتاع حاجة الناس كلها اه دكتور طه يا سلام يعني اه بصوا النبي بص الجمال بصوا الشياكة ايوة طبعا ده اعتقد ده مجلس ادارة اه الاهلي وقتها ده ولا مين اه ممكن البيدل والنظارات السودة والبتاع والحركات والشياكة اصلا برضو بص على تفاصيل يعني دايما تروح على تفاصيل تاني تلاتة اتنين اه اه لا يعني بس يعني برضو ازواج الناس في الستيطينات كانت اه شياكة اه لا لا طبعا عاجة عظيمة بس اه بس خلي بالك ان اللي يبصل للمباراة دي يبصلها بمقاييس الزمن بتاعها ايوة طبعا طبعا ما يقارنش دلوقتي الكورة بتاع دلوقتي والكورة دي مختلفة يعني انما كان بطل المشيكة كان بطل اوروبا تقسب بطل اوروبا وده ريال مدريدة هو ده الهدف بتاع سندقى اه ادي سندقى ادي ادي سندقى ادي سندقى يا سيد يا سندقى ده كان حقا بعد الجود كمان اه طبعا كورة يعني مش بسد قاني نفسه وهو ما عملش حاجة تاني بعديها ان شاء الله بص ده وجون اه والبقاء لله مش عارف راح فين بعد كده مفيش بقى ده اه ده حسام غالي بص بقى واحدة 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 للعظيم تلاتة ايه السلام طبعا يعني حاجة جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله تحصل بقى الاهل يعرف يعملها ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى ان يبقى فيه فوز طبعا نتمنى طبعا يعني بس لازم نعرف ان ده ريال مدريد ده حقيقة يعني بقى فيه شغل كتير جدا اكيد دلوقتي عند مارسل كولر سأسن حضرتك التقييمات والتفاصيل والعنوين بعد الفاصل مع نقضنا الرياضي الكبير استيس حسن مستكاوى خليكم معنا طيب خليني اسأل حضرتك واستيس حسن ما هو العنوان اللي تختاره للمواجهة اللي من بين الاهل ايه وما بايا ريال مدريد اه اه الوان اه انا غشيت نصه ملك افريقيا وما وعد مع الملكي حلو حلو كده حاجة شياكة كده حاجة في الفخامة حاجة في الصف الاول كده اه حاجة شيك يعني ملك افريقيا طبعا ده ماركة اه عجبتني او الكلام كمان اللي تقال على الاهل يعني قاله ايه لا قاله بطولات وقاله ده واخد محتكر افريقي عشر مرات وفريق اه اتنين واربعين دوري ومش عارف كام كاس وبطولاته كتيرة وشعبيت وكذا يعني طبعا كلموا على الاهل يكلام حلو دول الاسبان يبقى اللي هسبان دول اهلوية ولا ايه اه صحيح صحيح يعني شو ممكن يعني بجد يعني ليه الناس ما بتفرحش ليه الناس كلها ما بتفرحش يعني الواحد بيفرح من الكرة الحلوة من الصمع الحلوة من الشياكة ممثل مصر يعني من الحب الناس من جمهور المغرب العظيم اللي بيشجع الاهلي في مبارياته رغم يعني الدراما اللي حصلت للودات يعني كل الكلام ده رياضة رياضة حلوة يعني صحيح يلا بينا اه طرد نروح على التقييمات اعلب المزيكة والساس بايوبي اه ثانيا على اقل مالك افضل محمد شناوي محمد شناوي اه احنا بكلم على ماتش السياتل ها ايو اه اه سبعة سبعة من عشر لبعده محمد هاني سبعة ونص والله اساس حسن كان جامد جدا اه طبعا كويس اشتسعى يعني لا لا ما يعني ماشي متولي سبعة ونص ماشي عبد المنعم سبعة هو عم حقالة طبعا لا يعني ماشي علي معلول سبعة السلية تمانية علي وديانج تمانية ماشي حمدي فاتح سبعة ونص بيسي تاوي اتنين اتنين تحركات اللي الراجل عملها ما فيش ده وانتو اللي بتاع قبل الجوم بتاع عبشة ما هي اجيل اللي اتنين ده اللي اتنين على دي ده راجل يبجول ماشي ماشي كهربا خمسة ماشي طهر خمسة قفشة تسعة عبدالقادر ستة عبدالقادر ده في حاج غريبة جدا انا اساس حاسي عبدالقادر ده وهو مسك الكرة اول لما يمسكها يعمل فينطول يا ابن الله عيبة تبقى مصش قادر فيعمل التانية والتالتة فيعمل فيعمل التانية والتالتة ويبوز الاولانية اه فيبقى ما تحس ان هو ما عايز رقص الجمهور والمدربين ايه ايه عشان كده الستة فتبقى ترش اللي هو من بعدها بتقول له ابن الله حرام عليك ليه كده ليه كده ليه كده مع انه حل مهم جدا والله العظيم انا نفسي بس لازم هو محتاج توجيه حت التوجيه قد كده مارسل محاش حابقى شابهه مارسل كله لازم مارسل كله لازم يحاسبه على اللي لا اه مفيش حاجة اسمها الترئيسة الاولى خلاص كفاية اه وبعدين خش مع التيم لكن الاولى وبعدين ترجعها تاني ودي كاية مشكلة رمضان الصبحي اه مع بايلر بس بايلر عارف يعلاجها بشكل منها يعني المهم اه اللي بعده اللي بعده شريف سبعة في نمرة الناس كلها هتستهرب عليها رامي ربيعة نمرة بتاعت رامي ربيعة دي اه وانا عمري مع بلتها اه كام تمانية تمانية ده ليه ابديقتين ما انا عايز افهمها بقى ليه بقى عامل حت الدين تاكلنج اه في لحظة من اللحظات الصعبة جدا في اخر المبارا والاهلي متقدم واحد صفر اي عشرة على عشرة يسوي انقاذ يعني بجد بجد كان عشرة على عشرة ماشا مستعم يعني عمري عملتها بصراحة انا عارف بس يعني التاكلنج ده كان مهم جدا بارس الكولر عشرة اخيرا بس بقى شفت اخيرا انت بتقول لي اخيرا انا كنت بالستوديو في الاساع يعني الرجل ديامل يكتر من كده لا 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 استنى بس لا ايه انت هترجع في النمرة لا 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 ما بش هرجع طبعا العشرة دي كمان تقديما لاداؤه في يعني مباراة كتيرة يعني خلينا نقول المباراتين بتاع اوكلند و و و و سياتل سياتل عمل عمل كرة كويسة شوط التاني قدام سياتل بجد انا عايز رأيي يعني بصراحة يعني انا ما صدقتش انه ده الاهلي اللي كان بيلعه في الشوط الاول حاجة تانية خالص هاي و انا سئلت سؤال لنفسي هم هوh كان عارف ان فعلا الفرقة دي بعلها 13 أ varios تفورم مش فت يعني فطلعت اللي عندها كله و فى اول 45 دقيقة وسببها اتطلع كل اللي عنده و بعد كده a ضغط عليها لا يعني تم محاصرة سياتل مم فى ملعبو 45 دقيقة تانية هنا بقى فرق المهارات بتاعة تلاقي بتندي الأهل هي اللي حاسمة في المساحات الديقة سيادة المشايفين ياخدوا الكرة لكن لو المساحات بيجروا وعندهم ضغط وعندهم ضغط عالي وعندهم لياقة يعني نسبيا يعني بس خلصوا طبعا في الشوط الأول ماذا؟ ماذا؟ الكرة حلويتها في الأحلام والطموحات ماذا لو فاز الأهل على ريال مدريد؟ ما هو العنوان اللي سيكتبه أستاذ حسن المستكاوئ مباشرة؟ ما أعرفش عنوان أنه يبقى إيه بس طبعا لا ده حاجة تاريخي حاجة هيتفكر لها لأنها تبقى حاجة للتاريخ هو أنا مش بكلمك على الأهل لما كسب بن فيك في 62 تعرف ده كم سنة؟ ده كتير قوي كتير هتعدهم على صوابعك ماشي بس والحقيقة يعني برضو في فرق مصرية كتير ومنهم الزمالك عمل انتصارات كبيرة جدا وده اللي عملت ليه شعبية أنا عايز أقول إن فيه مباريات تاريخية صح ومن ضمنها المطش بتاع يوم الأربعة مطش تاريخي مش مطش سهل يعني مطش صعب طبعا ده ريال مدريد في النهاية من غير كورتوة من غير مش عارف بن زيمة أنشلوتي حتى لو قاعد وما راح فريق كبير ما بيفريش معاك كلامنا فريق كبير يعني مش صغير يعني سوس حاسب باشكو حياتك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا وبتمنى على حضرتك دايما يا رب كل التوفيق والسدادة شكرا كبير باشكو حياتك شكرا جزيلا شكرا لسه مستمرين مع حضرتكم في جمهورة الثالثة بعد الفاصل معلوماتي مع رهام وشوقي وعبد الباصد خليكم معنا